جهود مكثفة من الدولة لتطوير المناطق العشوائية بمختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة لهم وقد استفاد أكثر من مليوني مواطن حتى الآن وتعاملت الدولة مع 192 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية بإجمالي 105,672 وحدة كما تم تطوير 18 سوقا تجارية وغذائية بتسع محافظات وتبلغ تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة 31 مليار جنيه في حين يجري تطوير 165 منطقة بإجمالي 115,935 وحدة وتعتبر بورسعيد أولى المحافظات الخالية من العشوائيات ومن المستهدف أن تصبح مصر خالية من المناطق غير الآمنة بحلول عام 2020 وبخصوص المناطق غير المخططة تم تطوير 52 منطقة في 6 محافظات بإجمالي 409,445 وحدات بتكلفة 900 مليون جنيه ومن المستهدف أن تصبح مصر خالية من المناطق غير المخططة بحلول عام 2030 أبرز المشروعات التي تم تنفيذها لتسكين أهالي المناطق غير الآمنة مشروع الأصمرات 1 و 2 و 3 مشروع المحروسة 1 و 2 مشروع بشير الخير 1 و 2 مشروع أهلين 1 مشروع روضة السيدة زينب منطقة النورس الجديدة مشروع معا لتطوير العشوائيات وتضم تلك المشاريع وحدات خدمية مثل المستشفيات والمدارس والنواد الاجتماعية وحضائق للطفل بالإضافة لدور العبادة سواء مساجد أو كنائس